اشتركوا في القناة للشؤون الاستراتيجية دكتور سامي نادر اهلا وسهلا بك نصر خير نوارتنا دكتور سامي دكتور سامي يعني عم نحكي عن الانتخابات الامريكية نفتح سوشال ميديا ترامب هارس هارس ترامب طب ليه هلقدر الانتخابات الامريكية مهمة ونحن شو خاصنا بالموضوع لانه الامريكا عنده وزن سياسي كتير كبير حروب بالعالم بريقررها يعني القرار الامريكي وبالتالي مني سوف يكون بالبيت الابيض هذا كتير مهم على المستوى السياسي على المستوى الامني وايضا على المستوى الاقتصادي قرارات اللي بتخذ الحكومة الامريكية الرئيسة الامريكية بيتأثر فيها كل مواطن بالعالم بالنسبة لقدرته الشرائية بالنسبة لمستوى عملته بالنسبة للتضخم عالميا اذا الاسعار الاسواق تتعلق بجزء كبير منها بالقرارات اللي ممكن تخذها الولايات المتحدة الامريكية التي تبقى القوة الاكثر تأثيرا على المستوى السياسي والاقتصاد الاكسر تأثيرا يعني اليوم عندك اقتصادين هنا قاترات الاقتصاد العالمي الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي وبالتالي اي قرار يعني على المستوى الاقتصادي بتاخده امريكا لذلك العالم كله مهتم تشوف مين سيعمل هذه السياسات مين سيكون بالبيت الأبيض بالإضافة إلى أيضا حجم الأعلام الأمريكي اللي بيجعل أنه كل الناس يعني عم بتتابع ما يجري فيه أمريكا بشغف نعم دكتور سامي بأنه عم نحكي عن هالانتخابات وقد هي فعلا مهمة سواء لأمريكا أو للعالم بشكل عام بس إحنا عم نحكي عن دولة عظمى دولة ديمقراطية بس وقت الانتخابات عم بنشوف بس حزبين ديمقراطي وجمهوري صحيح يعني اللي عم بتقولي هو نظريا فيه أكتر من حزب مثلا فيه حزب الخضر صحيح وفيه كتير ناس لاح مش كتير ناس فيه بعض الناس لاح يصوتوا لحزب الخضر المرشع عن حزب الخضر اسمه ليس شاين مثلا يعني الأمر منه مقتصر نظريا فقط على حزب على هارس وعلى ترامب إذن أنه أن يكون فيه حزبين مش شيء عاطل لأنه النقاش بالأفكار والأفكار السياسية منشوفها بالانتخابات داخل الأحزاب لأنه داخل كل حزب فيه انتخابات فيه دورات انتخابية فيه نقاشات وبالتالي منشوف يعني نظام الحزبين اللي هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا في البريطانيا يسمح يعني عنده حسنات وعنده سيئات الحسنات أنه بيعطي ثبات بيعطي استمرارية بيأمن تداول على السلطة هلأ من سيئاته أنه الأقليات لا يمكن أن تتمثل ليه؟ لأنه لا يعتمد النظام النسبي يعني يعني واحد عنده عشرة بالمئة من الأصوات ما فيه يعني يعني يعتمد النظام الأكسر وبالتالي منشوف بولاية إذا مين بيجيب أكتر شي أصوات واحدة وخمسين بالمئة من الأصوات خلاص فاس بينما ببلدان تعتمد النظام النسبي لا كل واحد بيجيب حسب النسبي اللي بيحققها والأمر التالي العنصر التالي للحزبان لأنه أمريكا بلد كتير كبير في خمسين ولاية وبالتالي مرشح لازم يكون موجود بالخمسين ولاية لذلك يتطلب إمكانيات والأحزاب الصغيرة ما فيها تكون إلى وجود بخمسين ولاية لذلك تتطلب حزب كبير لأنه لازم تكون لإمكانيات كبيرة عازم طيب دكتور بيمة إنه عم نحكي عن هاي الانتخابات ونحكي عن مرشحين سواء من الحزبين اللي إحنا بنعرفهم أو الأحزاب الأخرى لما نيجي نحكي عن الشروط سواء القانونية أو الدستورية شو هي الشروط اللي لازم تتوفر في الشخص لحتى يقدر يترشح سواء عن حزبه أو بشكل مستقل بالنسبة للرئيس والنائب الرئيس لازم يكون أول شي خلقان بالولايات المتحدة الأمريكية شر هني بيقولوا ناتشرل بورن يعني ما إلى تحديد ولكن تعود على الفكرة تعود أنه لازم يكون من أصول أمريكية يعني خلقان بالولايات المتحدة الأمريكية عمره خمسة وتلاتين عام ويكون ساكن أمريكا منذ لا يقل عن 14 سنة هاي الشروط الأساسية هاي الشروط الأساسية بالأكيد يكون أنه السجل العدلي نضيف بالإضافة إلى كافة الشروط ولكن هذه هي الشروط الأساسية نعزم ولكن دكتور يعني سامي إحنا بنحكي عن هاي الشروط الأساسية اللي لازم يكون متوفرة أو لازم تكون متوفرة في المشاهد بس نائب الرئيس ما في يكون من نفس الولاية يعني في شرط إضافة لازم يكون من الولاية أخرى نعم طيب بما أنه حكينا عن هاي الشروط ننجع موضوع الاعتماد كيف بتم اعتماد هذا المرشح توفرت فيه الشروط ولكن شو هي الأمور يلي بتم فيها اعتماد هذا المرشح هون في عملية تأهيل بدها تصير على مستوى الولايات أولا وبعدها قبل ما تروح الأمور على مستوى الانتخابات الوطنية أو الانتخابات الفيدرالية التأهيل بيصير عبر نوعين إما ما يسمى بالبرايميريز يعني الانتخابات الأولية أو الكوكوسوس اللي هي نوع من المؤتمرات المحلية بيبلش التأهيل على مستوى كل الولاية على مستوى كل واحدة من الخمسين الولاية بالخمسين الولاية كل الولاية عندها نظام لتقديم المرشح واختيار المرشح فيها تعتمد المؤتمرات أو فيها تعتمد الانتخابات الأولية أو فيها تعتمد مزيج من المؤتمرات أو الانتخابات الأولية لذلك المؤتمرات اسمها الكوكوسوس حلو والانتخابات الأولية برايميريز في بعض الولايات تعتمد البرايميريز وبعض الولايات تعتمد الكوكوسوس وبعض الولايات تعتمد مزيجة من الاسنين للطرافة مثلا من الكوكوسز اكتر شي يتابع كوكوسز اوهايو لانه هي اول ولاية وبكل نظام بتحدد التواريخ والكوكوسز تابع ايوه هو من الاول وبيعطي توجه للناخبين لذلك تبقى الانظار مشدودة الى مثلا كوكوسز اوهايو شو لح يكون النقاش فيه شو لح تبرز شو اهم النقاط اللي لح تبرز من خلاله لانه بيعطي بعض المؤشرات لما سوف يكون عليه جو السباق الانتخابي طب دكتور سامي بما انك انت تطرقت لموضوع المؤتمرات نحن بنشوف عادة في الفترة الانتخابية او خلينا نحكي من بداية السنة هاي عم نشوف مؤتمرات عم نشوف حملات انتخابية دعايات انتخابية حتى هاي كل الامور بتكلف مبالغ طائلة من وين للمرشحين بيحصلوا على هاي الاموال او بيحصلوا على اموال دعم من اشخاص نافذين اشخاص متوليين شفنا مثلا ايلون ماسكيف عم يدعم دونالد ترامب شفنا شركات مثل والد ديزني عم تدعم المرشحة حارس اذا او بيكونوا نافذين اشخاص متمودين على المستوى الشخصي او بيكونوا هيئات متخصصة بيسمون الباكس يعني هيئات او لجان تقام بشكل ايني لدعم مرشح في تكون لوبيات لوبيات سياسية بتقدم الدعم للمرشح اللي بتشوفه يخدم اكثر مصالحها ولبعض المرشحين فيهم يحصلوا يعني خاصة لمنهم متمودين المستقلين فيهم يحصلوا على اموال حكومية ولكن هيدولي نسبة قليلة نعم بما انك ذكر دكتور سامي موضوع اللوبيات هناك لوبيات مختلفة لما نيجي نحنا نتطلع عليها او ندور عليها حتى بيلاقي كثير من مسميات شرحت لنا بشكل مختصر شو هي لوبيات ولكن بناء على شو هم بيختاروا يدعموا هذا المرشح وعلى اي اساس اصلا بدعمه هيدا السؤال كتير مهم لانه فيه اوقات انتقاد انه السياسة الامريكية تقررها اللوبيات وهيدا نسبيا صحيح صحيح يوم اللوبيات موجودة فيه لوبيات صناعية مثلا لوبي الدخان لوبي الصناعات الأدوية لوبي السلاح كتير كتير عنده نفوذ بامريكا لوبي تابع بيخدم مصالح دول مثل اللوبي الايباك اللوبي اليهودي الذي يدعم اسرائيل اللوبي الذي يدعم توجهات ايطاليا اللوبي الايطالي اذا هذه مجموعات تدعم مش بس مرشحين في الرئاسة يتدخلون في الرئاسة ولكن ايضا يتدخلون في عملية انتخاب النواب في الولايات لان هكذا يكونون القدرات اللي عندهم كيف بيختاروا؟ هني بيختاروا النائب الذي يتلاءم مع مصلحهم يعني اللي بيخدم الأجندة تبع اللوبي نفسه طبعا اللوبي نفسه أو بعض ما فيه منها الأجندة وتاني شيء للوبي بهمه يوصل على مجلس النواب ليساهم بالتشريع مثلا هلأ السلاح مسموح في الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الديمقراطي لضد هالشيء بيعتبر انه اللوبي السلاح هو من يضغط هو المسؤول اليوم على عدم قونة الامساك بالسلاح في الداخل طب دكتور سامي بما انه عم نحكي عن اللوبيات هل هناك وجود للوبيات عربية فعليا؟ فيه فيه اللوبيات عربية كيف تدعم؟ شو دورها؟ تدعم مثلا عملية السلام شفنا في الاراب تاسك فورس في الليبانيز تاسك فورس فيه اللوبيات ما أطلقت على نفسها أسامي اللوبيات ولكن شخصيات سياسية كتير نفسية شفناها خلال مرحلة جورج بوش الأبن شخصيات عربية كان عندها كتير نفوذ وكتير وصول وكانت جزء كبير من هالقرارات تتاخذ في حضورها لبل في منزلة وفي مكاتبها عظيم دكتور سامي بما انه عم نعرف هاي المعلومات كلها اليوم هنا برضو تطرقنا لنقطة الدعم اللي بيحصل عليه الأحزاب المرشح أو الممثل عن كل حزب مرشح حكينا عن الحملات الإعلانية الحملات الانتخابية إلى آخرين من هاي التفاصيل ولكن ما بتشوف فعليا انه فيه ممكن حزبي تم دعمه أكتر من دعم الحزب الآخر ما فيها يعني عدل فعليا انه ليتم دعم هذا أكتر من دعم الشخص الآخر شوفي فيه هي فيه نوع من توازن القوى خاصة في هذه الانتخابات الدعم المالي تحديدا الدعم المالي كان يروح للحزب الجمهوري في مرحلة معينة لأنه كان الحزب الجمهوري أكثر صديق لرجال الأعمال بمعنى أنه طروحاته الاقتصادية الأساسية هي تقليص دور الحكومة على المستوى الاقتصادي وتقليص دور الحكومة بشكل عام وحصره بمهمات أساسية مثل حفظ الأمن والدفاع والخارجية والعدل ولذلك كان الحزب الجمهوري يريد وما زال تخفيض الضرائب وتخفيض الضرائب على الشركات وعلى المستثمرين لذلك نشوف أنه مثل ألون ماسك اليوم هذه أحد أهم الأسباب التي يدعم الحزب الجمهوري ولكن القاعدة الشعبية من محل آخر الداعم للحزب الجمهوري ليش داعم للحزب الجمهوري؟ لأنه أيضا عنده طروحات يتلائم معها يعني أنه بس يركزه على مسألة تقليص الفوارق الاجتماعية على مسألة رفع الضرائب من أجل إعادة توزيعة على مسألة الأوباما كير التغطية الصحية الشاملة وشوف حملة هاريس اليوم على شو مركزة حزب الديمقراطي مركزة على التغطية الصحية مركزة على اقتصاد الفرص يعني تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمبادرة الفردية منشان عملية إعادة النمو وهي تقول تنتقد ترامب لح يجي ترامب لح يعطي أكثر مال للأغنيات وسوف يقلص الضرائب عن الأغنيات هل بتشوف هذا الشي دكتور سامي عادل فعليا؟ بما أنه رؤوس الأموال في أمريكا عم تدعم باتجاه واضح ومحدد في ظل أنه في عنا أقليات عم بتدور على هذا الدعم أين العادل في الموضوع؟ شوفي هيدا نقاش ما بيخلص لأنه من جهة هذه الشركات الكبيرة هي اللي بسيطرة فعلي والتي أعطت لأمريكا هذا الدور وهي أيضا أعطت يعني هي من يساهم في الابتكار وفي التقدم التكنولوجي وهذه المبادرة الفردية وبالتالي كلما كبر دور الحكومة بشكل عائق على النمو وبشكل عائق على عملية الابتكار والتقدم على المستوى التكنولوجي ولكن أيضا هناك حد آخر هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذلك بتشوفي أنه نظام الحزبين بالنتيجة النظام يعني يساهم في تطوير المجتمع بشكل متوازن يعني في عندك حزب عم بيجرب يسعى لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وشبكة الأمان الاجتماعي وحزب آخر يعني يذهب باتجاه دعم المبادرة الفردية النمو الاقتصادي والسياسي الدفاعي عظيم دكتور سامي بما أنه عم نحكي عن كل هاي التفاصيل من بين التفاصيل دائما بنشوف يعني بالفترة التي تسبق نحكي الاقتراع وفترة الانتخابات كلها بنشوف الاستطلعات الرأية اللي بتحكي لنا المرشح الفلاني تفوق على المرشح التاني هاي استطلعات الرأية مبنية على تفاصيل أكيد هاي التفاصيل شو هي وشو هي المفاتيح التي لربما فينا نحكي هي المفاتيح فوز المرشح لو وصوله للبيت الأبيض فيه 13 مفتاح حل نحكي يوم يعني هذول ليش بيقولوا أنه هالمرشح جاذبيته أكتر من هالمرشح صحيح عنده كاريسما كان أنه استطاعت أن تقلب المقيس فيه قدرته على إحداث التغيير نعم مثل ترامب قدرته على الخروج من الأنماط الهيكي السائدة والتي ينفر منا المواطنين فيه أيضا قدرته على طرح مسائل يعني على المستوى الاجتماعي إذن فيه 13 مفتاح يشكلون هني الأساس لإستطلاعات الرأي ولكن على العلم أنه استطلاعات الرأي مثلا بانتخابات عام 2016 كانت مخطئة وكان ما زبط العلامة الفارقة هي سقوط استطلاعات الرأي وخاصة استطلاعات الرأي مهمة ولكن بانتخابات مثل انتخابات اللي بتحصل بعد يومين لا حتكون كتير واحد ممكن أنه يلجأ إلى ليه لأنه الانتخابات سوف تحسم على بعض ألاف الأصوات عم نحكي عن ألاف الأصوات من قاعدة ناخبة بالميكون هاي هندخل فيها بتفصيلها دكتور سامي بس ليش لأنه كل استطلاعات الرأي عندها ما يسمى بـ margin of error ها مش خطأ بس أنت ذكرت نقطة للـ 2016 لستطلاعات الرأي تحديدا ما نجحت وقتها ما نجحت لأنه ما فشلت في وفشلت مش بس بالولايات المتحدة الأمريكية فشلت في أوروبا وفشلت في مناطق أخرى لأنه ما قدرت استطلعت ظاهرة ترامب ظاهرة ترامب اللي كانت يعني خارجي عن المألوف وبالتالي يمكن لأنه في بعض الأشخاص كانت تخجل أنه لحتلجأ لخيارات راديكالية وبالتالي خجل ولا تردد دكتور سامي؟ ما لحنشوف بعدين أنه أوقات فيه من المترددين ما بيعلنوا عن الصوت اللي بده يدله فيه الخجل هذا رحنشوفه هاي السنة؟ بتصور السنة كتير محمومة وسوف تحسم بسبع ولايات وسوف تحسم على نقاط بسيطة يعني بالسبع يعني كل أمريكا الخمسين ولاية أصبحت شبه محسومة باستثناء سبع ولايات لح تكون هي الولايات المتأرجحة وبهالولايات المتأرجحة السبعة السباق على نقطة أو نقطتين بالمية وبالتالي كل الأمريكا وأهمية أمريكا والانتخابات الأمريكية على المستوى العالم على مستوى الأمن العالم على المستوى الاقتصاد العالمي سوف يحسم بعض مئات الناخبين اللي عايشين ببنسلفانيا وميشيغين وويسكنسا يعني هاي النقطة اللي هي تخلق يعني شبت السلام بالشرق الأوسط أو الحرب في الشرق الأوسط لاحيقررها بعض السكان ببنسلفانيا وانيفادا يعني هاي النقطة فعليا اللي لما نيجي نشوفها نحنا اللي زي يعني الواحب بسهم فعليا هاي مفارقة واحد لابد أنه يقف عنده صح بس قبل ما ندخل في هذه التفصيلة من بين المفاتيح أنت ذكر دكتور سامي موضوع الكاريزما خلينا نوقف عنده نقطة يعني حتى نحكي ما بين هاريس و ترامب من يملك الكاريزما لقيادة البيت الأبيض يعني هاي دي صعب شوف ترامب لا شك أنه الرجل عنده كاريزما والرجل جذب ولكن اليوم الرجل يعني بلغ 78 سنة من العمر وبالتالي كان بالسباق يعني قبل ما توصل هاريس كانت السباق بينه وبين البايدن صحيح والاثنان يعني رجال متقدمين بالعمر وبالتالي ما خلقوا حماسي لما قرر الرئيس بايدن أن يعتذل أو أن ينسحب لصالح هاريس رجعت أعطت السباق الانتخابي وقوة دفع جديدة لأنه قدرت هاريس أنه تتواصل مع النساء الصوت النساء في هذه الانتخابات سوف يكون حاسم وهو سمح له أن تقلص الفارق اللي كان موجود بين المرشح ترامب والمرشح بايدن اللي كان ترامب سيبقوا بعشر نقاط استطاعت هاريس لقدرة تواصلة مع ولكن كان يؤخذ علي مثلا أن تضحى كتير وهذا شيء يضرب الكاريسما صحيح بداية سنة لحظنا انتقادات كتيرة من قبل الناس وصار في حملات سلبية أقام الحزب المكانة الانتخابية لرئيس السابق ترامب لخلق تصويره بشكل كاريكاتوري وهي تبالغ بالضحك وهذا يضرب الكاريسما وقدرتها على جزب بما أنه ذكرت هذه النقطة دكتور سامي كيف أنه فعليا كل حزب يحاول يضارب على الطرف الآخر من خلال الحملات السلبية بوجهة نظرك فعليا أدي هذه الحملات السلبية بتأثر على أصوات الناس في أمريكا أقيد تؤثر لسبب بسيط أنه هذا علم لم يعود أنه فقط فن هذا علم وبالتالي إذا تستمر الحملات الانتخابية في أمريكا باعتماد هالأسلوب لأنه هذا الأسلوب ينفع ولكن أيضا له مساوء مساوء أنه يعمق الانقسام السياسي وجزئيا مسؤول عن كمية الحقد التي تخلفها الانتخابات وبالتالي هذا أحد نقاط ضعف كتير كبيرة في المجتمع الأمريكي اليوم الانقسام الحاد داخل المجتمع وكمية الحقد وشفنا بالانتخابات السابقة من أربع سنين حينما قرر رئيس ترامب أن لا يسلم بنتائج الانتخابات وصار هالهجوم على الكابيتول وأديش فين وقعه كتير كبير مش بس على الداخل الأمريكي إنما أيضا على سورة أمريكا في العالم نعم دكتور سانبي ما أنه حكينا عن كل هاي النقاط خلينا نروح لنقطة الانتخابات تحديدا وعملية الاقتراع نحنا بنحكي عن دولة فيها حوالي 350 مليون إنسان هذول 350 مليون إنسان بدهم يروحوا في يوم واحد انتخبوا إذا إذا اللي نفترض مجازا شلنا 100 مليون طفل وضل عنا 250 مليون يعني هذول كيف بنتخبوا في يوم واحد وكل موضوع بخلص هلأ 350 مليون مثل ما قلت كلهم ينتخبوا في المرشحين بعمر ووضع أنه ينتهب ويصيروا 250 مليون نعم بس هول بدروح يتسجل يعني الغير مسجل لا ينتخب التسجيل ضروري وبالتالي لازم يتسجلوا هلأ كيف بتصير عملية الاقتراع بتصير أنه الناخب الأمريكي يصوت لمندوبين في مجمع انتخابي هالمجمع الانتخابي عدده 538 ناخر 538 ناخر صحيح ليش 538 ناخر؟ السوداء أسألكي أتفضل لأنه كل الولاية عندها عدد معين من الناخبين مثلا كاليفورنيا عندها 54 مندوب في هالمجمع فيلادلفيا عندها بنسلفانيا عفوا عندها 19 مندوب نعم أمثلة أخرى إذن كل الولاية عندها عدد معين من الناخبين من المندوبين في المجمع الانتخابي كيف بينحسبوا بينحسبوا على عدد النواب اللي عندها بمجلس النواب زائد الاثنان سيناتوري لأنه كل الولاية أيّا يكون حجمة ممثلة باثنان عضوان سيناتور أو عضوان في مجلس الشيوخ إذن نحكي عن مجلس الشيوخ عندنا مئة شخص مجلس الشيوخ مئة شخص شخصين من كل خمسين مئة نعم مجلس النواب لا مجلس النواب تحتسب أعضاؤه على أداء فيه بهالولاية سكان نعم إذن عدد السكان هو القاعدة لاحتساب الأصوات لذلك كاليفورنيا عندها خمسة وخمسين يعني هي عندها ثلاثة وخمسين نائب زائد عفوا هي عندها أربعة وخمسين عندها ثلاثة وخمسين نائب زائد الاثنان بمجلس الشيوخ لذلك نشوف يعني فيه انتقاد لهالطريقة لأنه تعطي أفضلية للدول للولايات للولايات للصغيرة ولاش نعمل لأنه الأباء المؤسسين يعني أرادوا هالنظام الانتخابي تميضية صوت الولايات الصغيرة والتي كانت ولايات زراعية وولايات وهذا كان نوعا من الثمن الذي يجب أن يدفع لاستقطاب الجميع بس أنت عم تحكي دكتور سامي تفاصيل كثيرة بتتعلق بأرقام ومجلس الشيوخ ومجلس نواب وعندك المجمع الانتخابي ولكن دائما منسمع بردو عندك ولايات متأرجحة ولايات حاسمة أنت حكيت في عنا ولايات لربما أصواتها كانوا خايفين الأباء الأوليين اللي خليني نحكي في أمريكا أن يهمى شو بالضبط كل هاي التفاصيل شو حلنا إياها شوي أكتر يعني شو هي الولايات الصعبة مثلا نيويورك هاي دي بتصوت أو كاليفورنيا بتصوت عطول حزب ديمقراطي وبالتالي هاي دي اليوم لا تعتبر من الولايات المتأرجحة لأنه معروف لح يروح الأصوات وعدد المقاعد كلها للمرشح الديمقراطي بس في ولايات لم تحسن بعد اللي هن سبعة اللي هن فيسكونسين ميشيغن فيلادلفيا هو بين هاي دي يسموا الحائط الأزرق لأنه هاي دول كانوا كلهم يصوتوا ديمقراطي استطاع ترامب بآخر يستقطبهم ويقلبهم للأحمر الأزرق هو لون الديمقراطيين لذلك المشاهدين أو قد بيسمعوا شو البلو وال صحيح شو الراست بيلت شو السن بيلت هو فينا نتوقف عندهم بس دكتور سامي انت حكيت هلا أنه كيف كانت عندنا الولايات هاي بتصوت للديمقراطيين وقدر فعليا ترامب يقلبهم ويستقطبهم ويروحوا للحزب الجمهوري هاي الولايات المتأرجحة هي عم نشوفها بين كل دورة انتخابية والتانية عم تختلف بناءًا عشو عم بيختلفوا زائد كيف أصلا بيقدروا يغيروا رأيهم هيدا سؤال كتير مهم لأنه كيف بيختلفوا لأنه السكان تختلف نعم الأولويات الاقتصادية الاجتماعية تختلف ظاهرة كتير كبيرة اليوم بأمريكا لذلك هالانتخابات كتير مهمة عم نشوف أنه القاعدة الناخبة لكل من الحزبين تتغير كان بالماضي العمال بغالبيتهم يصوتوا حزب الديمقراطي نعم يوم عم نشوف ظاهرة كتير كبيرة أنه ليس فقط العمال بدأ يستهويهن ترامب بشعاراته الانتخابية قد يقولهن يجد الصين تسرق فرص العمل من عندكم هيا но нغلق معاني لكم وبالتالي استطاع أن يكتسب لإلهم ما يسمى البلو كولور يعني القبة الزرقاء يعني العمال وبالتالي قدر استقطع بعلومات هذه الانتخابات الظاهرة الملفتة أنه حتى صوت الرجل الأسود يذهب إلى ترامب لأنه صار فيه أنه تركيز كتير كبير من هاريس على حقوق المرأة بشكل أنه أصبح الرجل الأقليات اللي من أصول لاتينية من أصول أفريقية اللي كان تقليدياً يصوت للديمقراطيين عم يصير فيه نزوح إلى الحزب الجمهوري بقيادة ترامب بقيادة ترامب لأن ترامب حول قام بعملية تحويل للقاعدة الناخبة في الحزب الجمهوري هل بنلاقي إن صح التعبير وإذا أصلاً صح نحكي هذا التعبير فيه نوع من التلاعب لخدمة مصالح ذاتية؟ بالتأكيد يعني في هذه الديماجوجية وبالتالي يعني الشعرات التي تطلق في شعرات فيها كتير مبالغة يعني بس يجيؤوا ليصور يعني وكأنه الولايات المتحدة الأمريكية على وشك الاشتياح من قبل الحضارات أخرى تصوير بعض النازحين أنه بيأكلوا قطط وبيأكلوا كلاب صحيح وشفناها في الفترات الماضية وبالتالي فيه ومن الطرفين فيه مبالغة بتكبير التهديد واللعب على وطر الخوف وهذا هون فيه سؤال هل هذا يضرب الديمقراطية؟ هل هذا يضرب النقاش العقلاني المفروض أنه يكون موجود لحسم خيارات مجتمعية؟ وهذه يعني من مساوى الحملات الانتخابية صحيح بس دكتور سامي بما أنه عم نحكي عن هاي التفصيل للتحديد نذكرنا كيف مرات بتم التلاعب من خلال بعض الأمثلة أنت طراحتها حضرتك ولكن لما بنا نيجي نحكي على الواقع الشعب الأمريكي بكل التطور والتقدم اللي وصلوا للمفروض الشعب واصل لمرحلة من الوعي أكتر من أنه ينجر ورا هاي خلينا نحكي الدعايات الإعلانية اللي بيعملوها لأنفسهم الأحزاب الديمقراطية أو الجمهورية ولكن ليه فعليا عم نلاقي اجترار ورا هاي الأمور عم بيجدروا ورا هاي الأمور لأنه يعني أول شيء الأعلام بيحب هالنوع من السوقس هذا أولا ثانيا لأنه هلأ المعركة محتدمة وعم بتروح تنحسم يعني كما قلنا لبعض الناخبين وأكتريتهم من المترددين اليوم لأنه في كل اللي حسم واللي بيشكله 99% حسموا خياراتهم بعد هلأ السباق كله محموب حول 2% المتردد المتردد اللي بعد ما حسم خياره الموجود بهذه الولايات المتعرجحة طيب دكتور سامي بما أنه عم نحكي عن الأصوات ب2016 وقت هيلاري وترامب شفنا أنه فعليا هيلاري تفوقت على ترامب الأصوات الشعبية بس النتيجة طلعت لترامب كيف صار هذا الشيء؟ لا السبب اللي سكرناه بعملية عدد المقاعد في المجمع الانتخابي ممكن وشفنا أنه عملية توزيع المقاعد أو عدد المندبين بالمجامع الانتخابيه يعطي نوع من الأدفانتج للولايات الصغيرة مثلا كاليفورنيا ممثلة باثنان ساناتور بينما فيسكونسن أو واشنطن دي سي مثلة ايضا باثنان ساناتور وبالتالي الولايات الصغيرة عندها اكبر من حشمة وعطينا مثلا عطينا التبرير السبب ليش عندها اكبر من حشمة بس دكتور سامي انت عم تشرحهاي النقطة بيخطر في بالنا احنا حكينا عن مئات الملايين من الشعب كل هاي الاسوات رحت على الفاظه وبالاخر فيه حدا بيقرر عني النتيجة لا هني كان في فرق ثلاثة ملايين ولكن النظام الانتخابي قائم على مبدأ التصويت الغير مباشر انجاز التعبير عبر المجمع الانتخابي ولكن للمجمع الانتخابي ايضا لهذا النظام الانتخابي ايضا حسناته يعني فيه اكيد والنقاش قائم في امريكا عن ضرورة وصل له ثلاثين سنة قائم في امريكا عن ضرورة تغيير النظام الانتخابي لانه ما بيجوز يعني البعض اللي من تقدو ما بيجوز انه هيلاري كلينتون بتحصل على ثلاثة ملايين صوت اكتر من دونالد ترامب ويفوز دونالد ترامب ولكن النظام الامريكي الذي يساهم في وحدة وصلابة النظام الفيدرالي كما هو قائم يعني هذا هو ثمن طيب بما انه فيه شخص رح يمثلني اذا انا كنت في ولاية معينة وفيه شخص رح يمثل صوتي ويمثل صوت الشعب الموجود بالولاية انا كيف بدي اوثق بهذا الشخص اوكي انا انتخبت له حتى يمثل البرلم بس ليه العلاقة مبنية على الثقة لهالدرجة فيه الثقة لازم انا اوثق بالشخص يلا روح صوت عني هذا سؤال مهم لذلك هني يختارون من يناسرون من الاشخاص الاكثر وفاءا طب بلكي راح خاني ممكن ممكن ولكن بتخلق لانه بيكون فيه خروج عن كل التقليد الامريكي نعم ولكن هذه ممكنة نظريا ممكنة ولكن لم تحصل لم تحصل ممكن تحصل اذا حصل انا حسب قراءاتي وطلاعي لم تحصل يعني دكتور سام بما انه عم نحكي عن كل هاي التفاصيل وعملية الاقتراع في عنا ورقة هي عبارة عن نموذج وليست ورقة رسمية لورقة الاقتراع من نورث كارولاينا هاي الورقة فيها لستة اسامي انا المفروض اليوم بانتخابات الفين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين اشوف اسم هارس وترامب بس انا في عندك لستة اسامي اذا فيه حضرتك مجال تشرح لنا وتفهمنا شو هاتفاصيل لانه بالانتخابات ما بيصير فقط انتخاب الرئيس بيصير فيه ايضا انتخاب مجلس النواب وبالتالي هذا مجلس النواب ينتخب كل سنتين وبيصير فيه انتخاب تلت مجلس الشيوخ تلت هنمية هالسنة لحيصين ينتخب 34 هالدورة وبعد كل سنتين ينتخب 33 33 وبالتالي المجلس الشيوخ مدة ولاية عضو من مجلس الشيوخ ستة سنوات مدة ولاية النائب سنتين وصار الى انتخاب كل هون بالنورس كارولاينا منشوف انه في انتخاب الرئيس في انتخاب مجلس الشيوخ تلت مجلس الشيوخ في انتخاب المجلس النواب وفي انتخاب الأعضاء المجلس المحلي وفي انتخاب الجوفرنر وبعض اوقات في انتخاب القضاة لانه في بعض الولايات تنتخب قضاة مش بكل الولايات اذا في الوفيشلز طبعا الستيت يصار الى انتخابهم من الممثلين عن المجلس المحلي من الحاكم من القضاة في اعضاء المجلس الشيوخ اللي صار قمضوا ستة سنوات وفي الممثلين عن مجلس الأمة او النواب بالاضافة الى الرئيس ونائب الرئيس يعني ليس تطويلة عليه هم شوفنا الجوفرنر ومنشوف نائب الجوفرنر وحتى فيه يعني اعضاء يعني الاوديتر اللي هن الموظفين نعم اللي خضعين لعملية الانتخاب الانتخابات هلأ في بعض الولايات هؤلوا يعينوا الاوديتر يعينوا بشكل تلقائل يعينوا لانه كل نظام انتخابي هو المجالس المحلية وبعض الوظائف العامة كل ولاية بتقررها نعم طب كل هادول الاشخاص اللي احنا عم ننتخبهم بهاي الورقة ضمن او تحت مظلة الكونغرس كيف احنا بنشوفهم نعرف لا الاثنين بس تحت مظلة الكونغرس الشيوخ والنوة الشيوخ والنوة طب لهنى نرجع نعيدن المية الشيوخ الشيوخ والاربعمية وخمسة وثلاثين النوة طب الكونغرس بتفاصيل المعقد بما انه هو مظلة تحتها الشيوخ والنوة كيف ممكن انبسطها للناس اليوم لحتى يفهموا ايش مهمة الكونغرس الكونغرس اهم شي بيناقش الموازنة موحب حل بيناقش الموازنة وبيقوا اهم وظائف ويقوم بالإمبيتشمنت لأعضاء الحكومة وزير خارجي مثلا عمل شي خطأ الكونغرس العفوان المجلس النوابيو حاسم مجلس شيوخ مجلس شيوخ يعمل إمبيتشمنت للرئيس يعني اذا الرئيس عمل شي خطأ السنت هو من يقوم بالإمبيتشمنت وايضا يوافق على التعينات مثلا توصل بكرة الإدارة الرئيسة التي سوف تنتخب بتشكل حكومتها فريق عملها من وزراء هذا الوزراء سوف يخضعون لمسائلة ويصدق وتصديق من قبل السنة والكونغرس مجتمعا يأخذ القرارات الأساسية التشريعات وأيضا قرار السلم والحرب لنفترض مجازا الكونغرس اتخذ قرار يتعلق بالشأن الداخلي في أمريكا لنفترض قانون قوانين قوانين الرئيس المنتخب الموجود بغض النظر عن السنة اعترض على هذا الموضوع هل فعليا ينفذ قرار الرئيس أم ينفذ قرار الكونغرس في الرئيس يعلق تنفيذ القانون بس إذا خلاص سن قانون لا يمكن لأحد يعني لأنه السيادة هي في لأنه هون ممثلين الأمة وبالتالي بس يصير قانون خلاص من الصعب هلأ من بعض الأوقات بنشوف مثلا الرئيس ترامب ألغى اتفاقية والاتفاقيات يصدق عليها الكونغرس يعني في محاولة أن يخرج من الاتفاقية بقرار جمهوري ولكن في الكونغرس إذا كان عنده الأكثرية نعم أنه يرجع يصوت على قانون ويصير القانون هل يحق للرئيس أن يعترض؟ لا يحق للرئيس إذا صوت على القانون لا يحق له طيب عادة ما بنسمع برضو بالانتخابات الأمريكية عن دور المحكمة العليا المحكمة العليا شو دورها بهاي؟ كل العملية الانتخابية المحكمة العليا تفصل بمواضيع أساسية وأيضا ترفع إلى القضايا إذا لم تستطع أن تحسمها المحاكم المحلية إذا بالمحاكم المحلية اللي بالولايات لم تستطع مثلا خذي القانون الشهير جدا قانون رو واللي يسمح بالإجهاد على المستوى الفيدرالي في كل الولايات قانون الولايات لم يكن هكذا إجا ترامب لأنه قدر صار عنده نفوذ بالمحكمة العليا عبر تعيين ثلاث قضاة تبعين يتناغمون مع طروحات الحزب الجمهوري الرافض للإجهاد وبالتالي ألغى هذا القانون بس هو يتغى بعدين رجع ألغى لا ألغى هالقانون وقال مسألة الإجهاد هذه كل ولاية بتحسمها حسب قوانينها وانترك الموضوع للولايات وانترك الموضوع للولايات وبالتالي تأجاب على السؤال بشكل مباشر هي أم تشرع بقوانين وحدما تشرع المحكمة العليا قانون يكون ساري على جميع الولايات وتحسم في قضايا خلافية ترفع عزيزي هل ترى دكتور سامي أنه الفئة الشاب اليوم الأجيال الجديدة اللي عم تيجي ما بين كل دورة انتخابية واللي بعضها فعلاً هي مهتمة بالانتخابات الأمريكية؟ لا عطول لا طب شو السبب أنه فعلياً الأجيال القديمة هي اللي بس مهتم بالانتخابات وكل تركيزها من يترأس أو من يحكم البيت الأبيض والشباب اليوم آخر همهم هذا الموضوع بما أنك جاوبتني لا يعني لأنه تشوف الجنراسيون الجنرايشن زد هالجيل جديد في عملية طلاق بينه وبين الاستابلشمن السياسي والواقع أنه المرشحين يحاولون استقطاب جيل هذا الجيل من الشباب الذي أولوياته مختلفة مختلفة ولكن يعني جرب الحزب الجمهوري أن يذهب باتجاه هؤلاء ولكن نوعاً ما واجهته عقبة أساسية لأنه فقد جزء من القاعدة الشعبية لا عم بفشلوا في أنهم يستقطبوا هاي الفئة تحديداً في الفكر لأنه حاولوا حاولوا يعني بمجاراته بتطلعاته ولكن أيضاً همهم ما يخسروا القاعدة التقليدية نعم مثلاً نرى بس راحوا على دعم حقوق ما يسمى بالأقليات المثليين وكل الوك كولتش شايفوا أنه فقدوا القاعدة المحافظة اللي كانت هي يعتمدون عليها مثلاً نخذ الصوت اللاتيني هو صوت يعني هولي اجوا من أمريكا الجنوبية ولكن تقاليدهم بعدها جداً محافظة وبالتالي هيدا صوت يعني ملفت كان يصوت لأوباما بالنسبة 73% اليوم بالكاد تقدر هاريس تحصل على 50% من هذه الأصول طب دكتور سامي بما أنه نحن نحكي عن هذه التفصيلة تحديداً وكيف أنه الفئة الشابة والجيل الجديد لا يكترث بالانتخابات الأمريكية لا يكترث بالسياسة بالسياسة اليوم هو غير مكترث ولكن ما نحن نحكي كمان عشر سنين ولا نحن نحكي كمان والحق يقال يعني أثبت على قدرته على تجديد نفسه يعني مين كان يقول أنه يأتي على سدة الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية رجل من أصول أفريكية في بلد كان بعد يعتمدون يعني الرقيق والعبودية من 200 سنة مش أكتر مش أكتر من 200 سنة ومين قال أنه ممكن توصل سيدة إلى رئاسة الجمهورية ومصلى 50 سنة المرأة عندها يمكن أكتر شوي بس مصلى 100 سنة المرأة عندها حق التصويت وبالتالي في قدرة لهالمجتمع على إعادة تطوير نفسه وتجديد نفسه طب دكتور ساميم يعني باختصار نرجع للورقة فعاليا ورقة الاختراع ماذا يحصل بعد أن يذهب المرشح ويحط ورقة الاختراع في الصندوق هوني عنا ثلاث مواعي من بعد ما يختار المندوبين على مستوى كل ولاية بـ 15 ديسمبر نعم يتم التصديق بالولاية على هذا التصويت وبالتالي بيصير الانتخاب الرسمي للمندوبين بينتخبوا الرئيس يعني الأشخاص اللي اختاروا أنه هوني يكونوا المندوبين يصوتوا للرئيس هذا يعني هذا شي رسمي يتقوم في كل ولاية بـ 15 كنون الأول نعم ديسمبر نرجع نروح على ستة كنون الثاني يلتأم الكونغرس نعم ويعد الأصوات إذن التصديق على المستوى الفيدرالي على المستوى الوطني وبتروح آخر موعد بـ 20 كنون الثاني عملية تنصيب الرئيس والخطار نشت في القسم وكل التفاصيل دكتور سامي في حال صار هاي السنة أو في أي سنوات قادمة مثل ما صار بـ 2021 ستة هناير 2021 ما حدث ما بين بايدن وترامب وترامب اعترض على النتيجة إذا صارت هاي الانتخابات وصار فيها الاعتراض ماذا سوف يحصل هذا يعني هذه يعني جزئية كتير مهمة وفي قلق حوله هل سوف يقبل ترامب بالنتيجة إذا لم تكن لصالحه هلأ ما في شك أن الفريقين محضرين يعني كم كبير جدا جيش من المحامين للاعتراض لأنه لحيصير فيه اعتراضات قانونية ودعاوة وبالتالي فيه قلق كتير كبير كيف يتأثر على فرصة الرئيس أول شيء أنه ما يتردد مشهد الكابيتول عام عشرين وواحدة وعشرين نعم أنه هذا مثل ما أنه يشكل ضربة للمؤسسات الأمريكية وللصورة أمريكا بالعالم وبالتالي غير مفهوم أين سوف تذهب الأمور ولكن لم تصل إلى هذه النتيجة والصباق كتير محموم هل سوف نشهد يعني عملية صراع على يواكب فرص النتائج نعم هذا احتمال فائم هل السلاح سيكون وارد وعنف موجود يعني الكل يتمنى أنه لا بس أنه المشهد السابقة فيه منذ أربع سنوات لم تكن سابقة مجيدي إنجاز التعبيل ولكن إذا صار الاعتراض اليوم كيف رح تمشي العملية الانتخابية وكيف سوف يصير موضوع أنه يترقص شخص البيت الأبيض كيف ستصير العملية إذا صار الاعتراض إذا صار الاعتراض لا تحسم الاعتراض سوف تحسم الخلافات أو الاعتراضات كل ولاية بمحكمتها وإذا لم تحسم المحكمة في الولاية ترفع هذه الاعتراضات إلى المحكمة العليا هنا استفدنا من الشرح قبل شوي ممتاز هذا مثل تطبيق ولكن هل قد المدة الزمنية رح يأخذها الموضوع إذا صار هذا الشيء لازم تخلص عائد للمحكمات فيها تبع المؤسسات فيها استمرار واستدامة المؤسسات وبالتالي ما بتصير مثل البلدان متخلفة إنجاز التعبير بتروح الأمور عند القادم سنوات ولا تحسن لا هون لازم تحسن وتحسن بسرعة لأنه ما هو علم حق هو مصير المؤسسات طبعا طب دكتور سامين بما أنه عم نكي عن هذه الانتخابات في حال فاز الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري إلى أي مدى فوز واحد من هذول الحزبين رح يأثر فعلا على الملفات الشائكة سواء بالشرق الأوسط أو بالعالم في بعض المألافات اللي ستتأثر بشكل جسري أقل يعني حربين دائرتين في العالم هي الحرب في أوكرانيا وبين أوكرانيا وروسيا والحرب في الشرق الأوسط الدائرة اليوم في غزة وفي لبنان لأنه مظبوط ما فيه بالسياسة الخارجية ما فيه فرق كتير كبير بين السياسة الخارجية لكل من الحزبين لأنه تأخذ بعد اعتبار المصالح استراتيجية للولايات المتحدة الأمن مثلا اتنين يتفقون على كيفية مواجهة الصين واعتبار الصين المنافس الأساسي والصعود الصيني التحدي الأول ولكن الحزبين عندهم مقاربة مختلفة عن الملف الإيراني الحزبين عندهم مقاربة مختلفة بالنسبة للداخل في السياسات الاقتصادية في الداخل فيه اذا توجهات مختلفة ولكن يبقى المشكلة الأكبر على الاقتصاد الأمريكي اليوم هو التضخم وحجم الدين العام اذا كل من الفريقين بدوا يلب الوعود اللي اطلقها هذا يعني مزيد من النفقات الحكومية هذا يعني مزيد من الدين العام هذا يعني مزيد من التضخم ومزيد من تقلص القدرة هذا فيما يخص الداخل أو الشأن الداخل ولكن في المنطقة اليوم في المنطقة كيف رح تتأثر اليوم الوضع في غزة في لبنان وفي المنطقة بشكلها يعني بشكل أساسي اليوم الملف الطاغي على سيحة الشرق الأوسط هو الملف الإيراني وللحزبين المقاربة مختلفة ننسى أنه ترامب انسحب من الاتفاق الموقع عام 2015 بشأن النور بالنسبة لإيران والتصق بالموقف الإسرائيلي باعتبار أنه هذا الاتفاق كان انتفاق سيء إجا هذا الاتفاق الذي سعى له وحققه الرئيس أوباما وعاد الرئيس بايدن يريد إحيائه وبالتالي أبقى القنوات مفتوحة لذلك إيران أكيد يعني فيه قرارة نفسها تحبز وتراهن على عودة أو على بقاء الديموقراطيين في السدة الرئاسة ولذلك يمكن ما اختاروا أنه ينزلقوا في مواجهة كبيرة مع إسرائيل لترامب المقاربة مختلفة جدا مش يعني بدوا يعمل بالمباشر حرب مع إيران ولكن سوف يسعى إلى تسوية ولكن إن لم يحصل على هذا إذا لم يستطع أن يحقق هذه التسوية بوقت سريع لن يتأخر على يمكن الوجوء إلى الوسائل العسكرية ولكن بالتأكيد سوف يبقى على شركات كتير قوية مع إسرائيل ومع أطراف عربية إن الشركاء أمريكا في المنطقة الأمر الذي ضح فيه الرئيس أوباما خلال وليتوري نعم هل تعتقد إذا فاز الحزب الديمقراطي سوف يتم تصعيد الأمور في المنطقة وإذا فاز الجمهوري هل سيتم تصعيد الوضع في المنطقة إذا فاز الحزب الاثنين سيجربوا يصعوا لتسوية ولكن أنا أعتقد فرص التسوية سوف تكون أكبر مع الرئيس ترامب لأنه سوف تدرك إيران أنه الأمور غير قابلة يعني للتراجع أو للتردد من قبل الإدارة الأمريكية ترامب أو هارس من سوف ينهي الحرب في غزة اليوم هذا سؤال صعب ولكن أعتقد ترامب لديه رفعات تأثير أكبر للضغط ولل إقرار التسوية ترامب وهارس ما بين الاثنين أيضا من سوف يسهم في أنه يخلي المنطقة وضعها الاقتصادي والسياسي وخلينا نحكي الجيوسياسي أيضا أفضل شوف بالتنين يعني عندهم يعني اثنين يسعون الاستقرار مش لأنه بيحبوا المنطقة لأنه مصالحهم يعني مصالحهم تقضي بذلك وأعتقد هون الفرص متعادلة ولكن دينامية السلام ودينامية التطبيع اللي بدأت مع ترامب بولاية تانية سوف تأخذ قوة دعم كبيرة بالشأن النووي بالشأن النووي بفتكر ترامب سوف يسعى إلى حسمة بطرق أسرع يعني اليوم في كتير انتقادات لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق الموقع ب2015 واللي تخطى الزمن بمعنى أنه طورت إيران قدرات نووية وهي على عتبة اجتياز ما يسمى بالعتب النووي نعم طيب في الشأن الإسرائيلي نتنياهو اللي صالحه مين ترامب بالتأكيد رح يخدمه ترامب بالتأكيد وهو قال ترامب قال خلال خلال حملته الانتخابية نفوزه رح تسرع أو نتنياهو أنه بايدن يقيد نتنياهو ولكن أيضا هذا لا يعني أنه سوف يقبل باستمرار الحرب بعد وصوله لذلك هناك شيء يسمى بالفترة القاتلة فترة السماح من هلأ لعشرين الشهر فترة قاتلة فترة قاتلة يعني هل كل شي فيها مباه نوعا ما لأنه أمريكا ليس لديها رفعات التأثير لأنه الإدارة الموجودة هي على وشك الرحيل ما حدا برد عليها وشفنا كل محاولات بايدن وفريقه بالفترة الأخيرة التوصل إلى وقف أطلاق النار بغزة وفي لبنان لم تصل إلى نتيجة لأنه حتى الأفريقاء المعنيين ما لا حيقوموا باتفاق مع إدارة على وشك الرحيل وبالتالي هن بامتظار الإدارة الجديدة في هذه الفترة القاتلة يعني آسف أن أقول أنه الصوت الأقوى سوف يكون للسلاح يعني بكل هذه التفاصيل التي قتلها دكتور سامي بنعم أو لا بوجهة نظرك يعني فهمنا منك الانتخابات الأمريكية معقدة فيها تفاصيل كتير وبتأثر مش بس على أمريكا وإنما على العالم كله هل الديمقراطية الغير مذكورة ككلمة صريحة في الدستور الأمريكي من بين سبع مواد رئيسية الانتخابات الأمريكية بتحتاج كل هذا التعقيد شوفي الفكرة الأساس بفتكر وهي فكرة أساس ويمكن هاي الرسالة الأساسية المظبوط اللي عم بتتفضل فيه أنه الديمقراطية مش موجودة كنص أو كتعبير ككلمة ولكن الفكرة لكل الفكرة المؤسسة لكل النظام السياسي الأمريكي هي توازن السلطات وبتشوفنا أنه كيف الولاية الصغيرة فيها توازن الولاية الكبيرة الكونغرس بيوازي المجلس الشيوخ الرئيس يساءل من كبل الكونغرس عفوا مجلس النواب يوازي مجلس الشيوخ وبالتالي كل الفكرة للأباء المؤسسين هي إقامة نزل توازن ما بين السلطات لأنه هذا الذي يسمح بهمش الحرية وهذا هو الضمان للحوكم الرشيدة عطول بدك مراقبة ما فيك تحطي حدا من موقع تنفيذي من غير مراقبة وبالتالي مسألة توازن السلطات بتشوفيها بكل مفترق من النظام السياسي دكتور سامي منشكرك على كل هذه التفاصيل التي تتعلق بالانتخابات الأمريكية شكرا لك دكتور سامي نادر وشكرا لكم مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة